أصدرت الحكومة أمري الدفاع رقم 13 و 14 الذين يتضمنان برامج حماية وتمكين اقتصادية تركز على قطاعي السياحة والنقل باعتبارهما أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة تتاجه للإعلان عن حزم قطاعي تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى أن الأردن بات على عتبة مرحلة التعافي من الأزمة ما نشهده اليوم هو بداية ثمرات متوالية رح نشوفها في الأيام الأسبوع القادمة ونتيجة جهد متواصل الصحيح بحب أشكر كل القائمين عليه زي ما تعرفوا إخواني وأخواتي بتوجيه من جلالة سيدنا تم تأسيس المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية هذا المجلس يعكس الأولويات الاقتصادية على المدى الآن والمتوسط والبعيد حتى ننتقل من مرحلة الإجراءاتنا الأولية لتأقلم مع الواقع نحو التعافي والمنعة إن شاء الله نحن متجهين بحزم قطاعية ستأتي بالتدرج وأيضا ببعض الإجراءات اللي رح تكون عابرة للقطاعات ورح تسمعوا عنها في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله كل اللي بتعمله حكومة كل اللي بنتعاون فيه مع البنك المركزي والقطاع الخاص لن يستطيع التعويض هذا القطاع بالكامل عن كل خساراته السابقة والقديمة لا تستطيع دولة في العالم اليوم بعد جائحة الكورونا أن تعوض قطاعاتها بالكامل عن كل ما جرى المشاريع في القطاع السياحي اللي وقعوا عليها المستثمرين ووافق عليها مجلس الوزراء قبل الكورونا صار اتصال والمستثمرين مع هؤلاء المستثمرين في الخارج أنه أنتوا لسا لسا بتكون لهذا ولا بطلتوا في ضوء الوضع قالوا لا إحنا مصرين أول طائرة إلى الأردن جايين نوقع على هذه الاستثمارات ترجمة نانسي قنقر